اشتركوا في القناة اضافة الى رؤية المنظمة لقطاع السياح العالمي بحلول عام 2030 ورسم خطط واوليات القطاع خلال العامين المقبلين وبهذه المناسبة قال سعادة الوزير ان الاجتماع يهدف لمناقشة التحديات والفرص الاساسية في القطاع السياحي ومشاركة التجارب وابتكار الحلول لتطوير هذا القطاع الحيوي كما يهدف ايضا لتعزيز العلاقات مع ضاء المجلس التنفيذي في سبيل تحقيق اهداف منظمة السياحة العالمية والاستفادة من تجارب الدول بما يسهم من تعزيز حضور السياحة في الناتج المحلي الاجمالي ورفع سقف اسهمها الى مستويات اعلى جدير بالذكر بانه قد تم اختيار مملكة البحرين ممثلة بهائة البحرين السياحة والمعارض في العام السابق ضمن اعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية خلال الفترة ما بين 2018-2021 وجاء هذا الاختيار تقديرا لجهود مملكة البحرين لتطوير القطاع السياحي على المستوى المحلي بفضلا عن امكاناتها لتمثيل المنطقة نظرا لقطاعها السياحية الاخذ في التطور وفق استراتيجية محددة الاطر ومكانتها البارزة كوجهة سياحية عالمية منفتحة على العالم